مرحبا وأهلا بكم فينا نقول أنه في حالة استياء واسعة اليوم بأوساط التجار والصناعيين المتبقيين يعني ما زالوا يعملون في سوريا بسبب الحالة العامة أولا عبيعانوا مثل ما عانوا عبيعانوا كل السوريين في جمود بالأسواق في انخفاض كبير بالقوة الشرائية وطبعا ما في كهرباء ما في مي في مشكلة بموضوع وسائل النقل وأسعار النقل بين المحافظات بين المركز المدينة وأطراف المدن وبالإضافة لكل هذا في إجراءات اليوم تتخذ في مواجهة أو للتضييق أكثر وأكثر على هؤلاء التجار والصناعيين مثلا اليوم طلع قرار بمنع استخدام الحوالات العامة أو الخاصة لسحب إداعات من المصارف العامة لداخل سوريا يعني بمعنى نعرف في كثير من المقتربين في كثير من اللي هاجروا خلال السنوات العشرة الماضية بالإضافة للمقتربين ملايين السوريين ممكن يكون في عندهم حسابات مصرفية عملوا وكالات عامة أو خاصة لأقرباء لهم في سوريا للتصرف فيها اليوم وفق هذا القرار ممنوع الواحد يتصرف بهذه الأموال إلا بموجب وكالة مصرفية خاصة يعني بمعنى لازم يحضر الوكيل والموكل اللي هو وراء المحيطات إلى المصرف وينجز وكالة مصرفية وفق نموذج خاص ليصير إلا للوكيل يتصرف بهذه الحسابات طبعا هذا القرار مزعج لكل السوريين مو بس لشريحة التجار والصناعيين بالإضافة إلى ذلك صرنا نشوف يعني كمراقبين وصحفيين عم نتابع الشأن السوري عمليات الحجز الأحتياطي على أموال التجار والصناعيين في تزايد كبير خلال السنة الأخيرة كان من يومين ثلاثة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحجز على أموال الشراكاء في شركة الوزير للمنظفات يلي هي شركة كبيرة ومعروفة ومؤسسة من عام 1970 وأذا مندور أكتر وأكتر بالتقارير مندور ببعض الدراسات منشوف أنه صدر قرار بالحجز الاحتياطي يلي طالت مئات الصناعيين والتجار في سوريا بحلب ودمشق طبعا نحن مع أنه الدولة تحصل حقوقها نحن مع الأصلاح الضريبة نحن مع أنه الناس تلتزم بالقانون ولكن في الظروف الاستثنائية وكلنا شفنا هذا الشيء نحن خارج سوريا في مثلا أثناء أزمة كورونا الدولة في الظروف الصعبة والاستثنائية بتعمل نوع من المرونة بتقدم مجموعة من التسهيلات وأحيانا بتقدم المساعدات للأفراد والشركات لحتى يظلوا وقفين على إجريهم لحتى يخدموا الاقتصاد بعد ما تمر هذه الأزمة كثير غلط وهذا الشيء معروف أنه في حال الأزمات وفي حال ظروف الصعبة يلي هنه بيقولوا ظروف حرب عم نعيشها نحاول أنه يعني يكون عنا حالة مثالية ضريبية وننفذ القوانين بحزافيرة ونضيق على الناس ونحن ما عم نقدم لهم البيئة المناسبة لحتى يشتغلوا وتنمو أعمالهم فهذا التضييق من خلال حز الأحطيات ومن خلال القرارات يلي عم تصدر يعني رح يساهم تماما في تطفيش الناس ويمكن هذا الشيء اللي عب يخلي الحكومة والنظام يعمل قرارات الحز الأحطياتي ليمنع التجار الصناعيين من نقل أعمالهم إلى خارج سوريا وهي العملية عبتصير كتير مؤخرا بالإضافة أنه إذا بدي يضلوا بهذا المسار في إنزارات وتحزيرات كبيرة اليوم وكتيرة أصلا ما أنا مخباي موجودة في التقارير الرسمية أو في التقارير على وسائل الإعلام الرسمية بإنهيار قطاعات كاملة مثل الزراعة يلي ارتفعت تكاليفه إلى يعني مستويات لا يمكن للفلاح أنه يتحمل وإذا تحمل أو حسن يدبر هذه التكاليف المنتجات من المستحيل أن تسوق في الأسواق الداخلية لأن المواطن لا يمكن أن يشتريه بهذه الأسعار الحرة نحن اليوم نحن نحكي عن مواطنين دخلهم الشهري دخل الأسرة لا يتجاوز 20 أو 30 دولار لا يمكن أن يشتري السلع والخدمات بالأسعار الحرة الموجودة في كل أنحاء العالم سيكون بحاجة لألف أو ألفين دولار لحتى يحسن يشتريه بهذه الأسعار فإذا هذا التضييق رح يؤدي بالإضافة أنه كثير من الناس يفكروا أنه ما تبقى من التجار الصناعيين أنه ينقلوا أعمالهم إلى الخارج رح يؤدي إلى انهيار قطاعات بالكامل طبعا من القرارات التي صدرت أيضا وهي رح تزيد الطين بل قرار يتعلق بتمويل المستوردات وإعادة القطع ما رح يشرحه كثير طبعا يلي يريد يعرف عن القرار وعن أخبار سوريا بالعموم ممكن دائما يتابع موقع سيريا نيوز عبر الموقع أو صفحته على الفيسبوك أو على التليجرام أو على التويتر حتى ولكن بالعموم هذه القرارات رح تطالع تمويل المستوردات وإعادة القطع رح تطالع شريحة كبيرة من التجار اللي مانا قادرة تشتغل وفق هذه المعايير اللي حدد القرار ورح ترفع تكاليف الإنتاج على التجار والصناعيين من خلال إجراءات إعادة تمويل القطع وأنه يفتحوا حسابات ويدعوا القطع فيها لمدة معينة فهذا المؤوي بيعوه للدولة بسعر المحدد من البنك المركزي هذا كله فيه خسائر للتاجر الصناعي من المواطن والمواطن المحامل أصلا أنه يشتري الأسعار والخدمات بالأسعار اليوم فكيف دي تحمل هذه الارتفاعات بدون أنه ما يحصل على أي زيادة دخل معادلة شبه مستحيلة أمام هذه المعادلة شبه مستحيلة ما بيضل عند التجار غير أنه يهاجروا وأنه يهاجروا طبعا أنا الموضوع ما يعني ما أختلقه في وسائل أعلام الرسمية وشبه الرسمية في تصريحات لغرفة تجارة دمشي بتقول أنه معظم التجار السوري نحن بنعرف في الصناعي بيكون سجل غرفة صناعة وغرفة تجارة أيضا يعني هذا حال الصناعيين والتجار اليوم في سوريا الصناعيين والتجار يلي بنى خطاب القسم بتوقع يعني بين قوسين البيان الوزاري رح يركز على الموضوع أنه على تنمية هذه القطاعات ودعمه وإلى آخره هو في الواقع يتم التضييق على هذه القطاعات يتم التضييق على التاجر والصناعي يتم قطع كل يعني أمل أو القضاء على كل أمل لهذا التاجر والصناعي بأنه يستمر تحت هالظروف الصعبة وما بيظل قدامه غير أنه ينقل أعماله بأي طريقة كانت إلى الخارج ما بعرف شو هدف المسؤولين في سوريا والنظام في سوريا والحكومة في سوريا من اتخاذ مثل هذه القرارات هل هو إفراغ سوريا من آلة إفراغنا ملايين الناس يعني يلي في كل الشرائح والقطاعات اليوم بدنا نطفش التجار والصناعيين كل شيء ممكن صار الحقيقة نحن في دوامة ما عم نفهم تماما الصورة وما هو القصد من الإجراءات والقرارات اللي تتخذ يعني على كل المستويات ما فينا غير نستمر بالمراقبة ومحاولة التحليل لنفهم تماما شعبي صير شكرا لمتابعتكن وإلى اللقاء